موسيقى صباح الخير مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الجمعة 14 تشرين تاني نوفمبر 2014 بسعدنا رحب بضيفنا بستوديو المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد صباح خير استاذ محمد كيف تكرأ ملف الفساد الغذائي هل تعتبر أنه من ضمن الملفات التي تفتح لإلهاء الناس عن الخطايا الكبرى التي يرتكبها السياسيون بالتمتيل نديد لأنفسهم أو أنه فعلا هذا الملف حان وقت كشفه لأنه صار مستشري لدرجة أنه ما بقى ممكن السقوط عنه ما هي ناصحتك لكل اللبنانيين اللي عرفوا بهذا الفساد الغذائي كمان رح يكونوا من الأكثرية الصامتة واللي بترضى ولو كانت الأمور سيئة كمان بترضى ولا لا لابد من فورة شعبية بهذا الإطار أيضا فيما يتعلق بالملفات السياسية والفساد السياسي المستشري في البلد من التمديد إلى التعطيل القائم في المؤسسات تحديدا التشريعية وتشريع الضرورة وهو المصطلح الذي تغى على الساحة إذا بدل تشريع الضرورة لسنتين وسبعة الشهر يعني اللبنانيين ما يتأملوا بقى نهائيا بهذا الموضوع أيضا الملفات السياسية الاتفاق الإيراني الأمريكي هل هو سيكون قائم أو أيضا سيؤجل معه ملفات المنطقة التي سنتحدث فيها لكن سبحنا بداية أن ننتقل إلى زميتك لا رجحة ومجازة أهم الأخبار شكرا لك نانسي أهلا بكم في جرود عرسال أصيب مقدم ورقيب وجندي في استهداف دورية لفوج التدخل الخامس في الجيش بعبوة ناسفة على طريق الرعيان ودعطة وأفادت مصادر أمنية للجديد أن إصاباتهم طفيفة نفى اللبناني محمد غالب صلطه بالذراع العسكرية لحزب الله بعدما اتهمته السلطات في البرو بذلك وبأنه ربما كان يخطط لشن هجوم في العاصمة ليما وقال خلال جلسة إجرائية أن الشرطة انتزعت منه اعترافات بالإكراه وأمر القاضي أنخيل مانديفيل بحبس غالب ثمانية عشر شهرا على ذمة التحقيق وإعداد الاتهام الذي سيوجه له وقال لدعاء أن غالب اعترف للشرطة أنه كان يجمع معلومات لصالح حزب الله وذكر أنه عثر في متعلقاته على أثار مادة متفجرة سائلة وصور لمطار ليما وقد نفى غالب أي صلة له بحزب الله لكنه اعترف بأنه دخل بيرو بأوراق هوية مزورة وقال للمحكمة أن الشرطة كانت تسمح له بالنوم ساعتين فقط في اليوم وتجعله يقف أو يجلس في أوضاع غير مريحة خلال ثمانية أيام من الاستجواب وقال غالب للمحكمة أن محققي الشرطة قالوا له إذا لم تتعاون معنا سنعتقل زوجتك الآن وأضاف أن الشرطة وعدت بترحيله إذا اعترف واستطرد قائلا لست إرهابيا وغالب متزوج من مواطنة من البرو واعتقل من منزله في ليما في الثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر نظمت حركة حماس مساء أمس مسيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بمشاركة أعضاء من الجهاز العسكري خلال مهرجان عهد الانتصار للقدس والشهداء الأبرار وعرضت القسام خلال المهرجان مجموعة من الصواريخ المصنعة محليا وغيرها من الصواريخ والمنصات والمضادات الأرضية وبجوارها الصندوق الأسود الذي أثار الجماهير وضيوف المهرجان ووسائل الأعلام التي التقطت له صورا وبجواره مسلحين من كتائب القسام وشهد المهرجان الذي أقيم على شرف تكريم شهداء رفح والبالغ عددهم نحو 425 شهيدا في معركة العصف المأكول حضورا حاشدا وشارك في تأمينه المئات من عناصر القسام الذين انتشروا داخل وخارج المهرجان وسبقه عرض نظمته الكتائب لمجاهديها في الطرقات بواسطة الجيبات فيما تزينت منصة المهرجان بمجاهدي وحدة القنص بسلاحهم وملابسهم المثيرة والمميزة كما شاركت طائرة صغيرة في تصوير المهرجان من السماء إن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار سيكون صاعق تفجير جديد وسيتحمل العدو موجة الانفجار كاملة لأن العدو هو المسؤول الأول عن هذا التلكع والتعطيل سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسلمين من كل الأعمار بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وذلك لأول مرة منذ زمن طويل ويأتي هذا القرار بعدما شهدت العاصمة الأردنية عمان حراكا ديبلوماسيا مكثفا حيث عقد اجتماع ثلاثي استغرق ثلاث ساعات بين الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كاري وانضم إليهم عبر الهاتف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما غاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اللقاء وأعلن كاري في مؤتمر صحفي التوافق على اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل وقال إن التزامات مؤكدة تم قطعها للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي مضيفا إن الأردن وإسرائيل وافقا أيضا على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التصعيد في القدس المحتلة وإعادة بناء الثقة وتابع إن أطراف النزاع جادون في العمل على بذل جهود للتوصل إلى خفض التصعيد والقيام بخطوات لإعادة بناء الثقة أعلنت حكومة بوغوتا أن إسرائيل رفضت السماحة لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجلا هولغوين بزيارة رامالله في الضفة الغربية المحتلة للقاء ناظرها الفلسطيني رياض المالكي مشتريطة إياها أولا بزيارة الدولة العبرية وقالت الخارجية الكولومبية في بيان أن السلطات الإسرائيلية رفضت منح إذن واشترطت لدخولها إلى رامالله أن تزور إسرائيل وتلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيكدور ليبرمن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن المواطنين البريطانيين الذين يصبحون مقاتلين أجانب في الخارج قد يمنعون من العودة إلى بريطانيا بمقتدى قوانين جديدة صارمة للتصدي للجهاديين الذين يقاتلون في صراعات في دول مثل العراق وسوريا وأضاف كاميرون في كلمات ألقاها في البرلمان الأسترالي إن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب سيمنع أيضا شركات الطيران التي لا تتقيد بقوائم حظر السفر التي تصدرها بريطانيا أو إجراءات التفتيش الأمني من الهبوط في أراضيها وقال علينا أن نتصدى لهذا التهديد في منبعه وبمقتدى السلطات الجديدة سيكون بمقدور الشرطة مصادرة جوازات السفر لمنع المشتبه فيهم من السفر إلى الخارج ومنع المواطنين البريطانيين من العودة ما لم يخضعوا لعمليات فحص دقيق أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن مقاتلات أمريكية شنت غارات على مجموعة خرسان المسلحة في سوريا في ضربة نهيات ثالثة ضد هذه المنظمة المرتبطة بالقاعدة منذ بداية أهب وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي الكولونال باتريك رايدر يمكننا التأكيد أن الطيران الأمريكي ضرب هدفا في سوريا مرتبطا بشبكة من عناصر سابقين في القاعدة يسمون مجموعة خرسان التي تعد لهجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها ورفض المتحدث الإدلاء بتفاصيل إضافية عن الغارة الجوية وهي الأخيرة في سلسلة غارات شنت على هذه المجموعة التي يقول المسؤولون الأمريكيون أنها تضم مقاتلين من القاعدة وجبهة النصر الفرع السوري للقاعدة وأضاف سنواصل اتقاد كل التدابير الضرورية لتفكيك مشاريع الاعتداءات على الولايات المتحدة ختم الموجز عودة إلى الحدث والزميلة نانسي السبع شكرا كلارا مشاهدين أبرحب فيكم مجددا ونبدأ حوالنا مع المذير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبايد أستاذ محمد صباح خير مشاهدين نبدأ من ملف الأمن الغذائي أو بالأحرى الفساد الغذائي هذا الملف هل تعتبر بأنه فتح بطريقة صحيحة وبأن الوزير والأبو فعور أحسن بفتح هذا الملف وبتشهير بالمؤسسات والمطاعم الفاسدة طبعا بالأول أنا بعتقد في قاعدة منطقية وبالمعنى الفقهي كمان أنها قاعدة شرعية تقول بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني إذا ما فينا نعمل كل الموضوع كاملا نعالج كل الموضوع فينا نعالج حالات موضعية فينا نعالج حالات معينة بنقدر نتوصلها لازم أنه نعملها إنما بهذا الموضوع تحديدا وبكل الأداء القائم على مستوى الوزراء بالحكومي في مشكلة كتير كبيرة تعودنا عليه إنه؟ وعم نتكيف معه كلبنانيين للأسف بيجي الوزير على الوزارة الحكم بكل الدنيا استمرار استمراري إلا بلبنان بيجي الوزير حتى لو كان أوقات الوزير اللي سبقوا من تياره السياسي أو من التحالف السياسي اللي بيكون هو يعني الحزب أو الجهة اللي بينتمي له جزء من هالتحالف هذا كله يمسح كل ما سبق ويعتبر أنه كل ما سبق هو كان خطأ وبتصرف على أساس أنه هو بلش هلأ من جديد وهو الصح فبصير طيب ما اليوم في وزارة صحة ما رأوا قبل الوزير أبو فعور وحكوا عن إنجازات طويلة عريضة هن عملوا إنجازات وهن سووا وهن اشتغلوا بالدواء وهن اشتغلوا بالقضايا الغذائية وهن اشتغلوا بغيرها منوصل للنتيجة آخر شي بيجي الوزير جديد بحطنا بجو أنه كل اللي كان عاملوا قبله أنه خطأ أو أنه ما كان عم بيتابع أو ما كان عم يعمل هو اكتشف اللي لا يمكن اكتشافه هاي النقطة النقطة الثانية تعودوا أنهم يضحكوا على الرأي العام اللبناني بأي عطار بيطلع على التلفزيون يا أخي هاي القصة أو غيرها عند وزراء آخرين لأنه صورنا عم نشوفهم كتير بهالأيام هل تحتاج أو هل بتستاهل هاي القصة بالمعنى الفعلي أنه نعمل منها هالهمروج الإعلامية ونعمل حالة هالزعر عند الناس طيب فينا نعالج بهدوء وفينا نعالج بهدوء بس البعض قال بأنه يعني ما قام به الوزير وقل أبو فعور لأنه يعني يتعلم من تجارب أسلافه وحتى من تجاربه كمان أنه بهذا البلد ما حدا عم بيقدر يتابع محاربة الفساد يعني بيوصل لمرحلة لو كشف عنا سابقا وتعطى معه بأمور بطريقة مع المؤسسات أو ما غيرها أو مع القضاء يتبين للأسف أنه ما في محاسبة فمشان هيك لقى أنه أكثر أفضل الدواء الكي أنه خلي الرأي العام هو يكون على درايب هذه الأمور بقاطع كيف راح يقاطع؟ أنا ما شفت حدا من الناس عم بتقاطع لأنه هو جاي عم بيقول أنه بهذا المحل في هذا الصنف ما تاكلوا منه طيب وبهذا المحل في هذا الصنف فيه جراثيم أو فيه أو بقاء أو فيه موضوع معين مش هذا يعني عمليا تم التشهير بمحلات وبمؤسسات كبرى لشغلات صغيرة مهمة ما هذا لا يعني أنه مش مهمة بس أنه اليوم إذا واحد عنده مئة صنف وعنده صنف واحد طيب المضروف لا يطابق المواصفات طيب هذا الصنف الواحد اللي لا يطابق المواصفات فينا نروح بالمعالجة مع المؤسسة بالطريقة اللازمة على المستوى القانوني على المستوى الصحي بالأول وبعدين على المستوى القانوني بمتابعة الموضوع لا اللي عم يعملوه الوزراء بتكون فيه قضية معينة بيطلع على الأعلام صارين مبسوطين بالمؤتمرات الصحفية بيعمل مؤتمر صحفي بيجمع الأعلام وما شاء الله عنا الأعلام قابل ليشتغل على هالمواضيع وبيختلف الأعلام بين بعضه كمان حسب قربه أو بعضه من كل وزير فبيعمل ضجة طويلة عريضة بكرة بروح هذا الوزير بيجي الوزير اللي وراه ما بيقوم بشي أبدا لذلك في أول شي التوقيت في نمط التعاطي مع هالموضوع وفي آلية المعالجة توقيت شو يعني التوقيت التوقيت هلأ بنحكي عنه آخر شي هذا اللي له علاقة بموضوع محاولة يعني أخذ أخذ الأنظار إلى مكان آخر في موضوع المتعلق طيب النمط شو النمط يعني؟ النمط الآلية التعاطي مع الموضوع في همروجة إعلامية في المؤسف كمان أنه هاي الحكومة لأنه تبس هون أستاذ محمد هون لما مؤسسات إعلامية كل المؤسسات فتحت ملف الفساد الغذائي كل معظم السحفين كانوا بكل مرة يفتحون هذا الباب من جهة معينة يعني ما وصلوا لنتيجة قدرنا نوصل لمحال بس اليوم ما وصلوا لنتيجة لأنه ما في سلطة تقوم فعلا ومينها لأنه هلا رح يكون في سلطة رح تكمل للآخر بس فيه رأي عام اليوم الرأي العام لما يعرف أنه هذا صنف من هذا السوبر ماركت مضروب ما بعود إذا اللحم المفروب المضروب ما رح يشتري لحمة عادة من هندون يعني لازم يكون فيه كمين شوية وعي يصير هون المحاسبة أنه من يعني بمرة بغامر بصحة مواطن وبيجيب صنف معين فاسد فإذا كل برداته ممكن أن يضرب الفساد يعني خلي هذا الرأي العام يكون هو حريص على صحته ساعته هلا نحنا هو عم بعالج مرحلة ما بعد ما عم بعالج مرحلة ما قبل شو يعني ما قبل بمعنى ما قبل اليوم فيه وزارة الصحة وفيه وزارة الزراعة وفيه الجمارك اللي المفترض أن تراقب كل البضائع التي تدخل إلى الأراضي اللبنانية من خلال المرافق الشرعية أول شي هل عم بتتم المراقبة والفحوصات اللازمة عند إدخال هذه البضائع يعني أنا لما بيجي بقول أنه في لحمة برازيلية دخلت إلى لبنان وهي دي اللحمة فاسدة أو تبين أنها فاسدة ليش أنا فاتت من المرفق فاسدة والله هي بس صارت بالمحل صارت فاسدة هاي أول شي تاني شي مبارح يعني كمان أطع قلبنا أكتر لما بيجي بقول الوزير أبو فعور أنه أنا جابولي صور عن مصلخ صيدة كارثة واللي شي متوقعينه من مصلخ بيروت كارثة أكبر طيب مين عم بيرائبة هاي وليش ما كانت عم تترقب من الأول ومين بيتحمل مسئولية أنه هايدي المسالخ بوضع صحي غير طبيعي البلديات ولا وزارة الصحة ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الاقتصاد ولا مين بيتولى حماية المستهلك كوني هايدي هايدي فعلا صرخ سنواتي عم بتكون أنه أنتو عم بتفجرولنا الأمبلي قدامنا بس نحنا كيف بنانا نتوقع اليوم الوزراء صايرين مثل المراقبين الأعلاميين يعني هني بيعطونا أراؤم بالأمور يا حبيبة أنا ما بدي رأيك أنا بدي تعالج أنت مسئول بدي تعالج وبدأ تعالج جزريا مش تعالج النتائج يعني اليوم قلت لي أنه هذا المحل ببيع هذا الصنف ما بيسوى غير مطابق للمواصفات أوكي ما رح روح أشتري هذا الصنف شو اللي بيدريني ما يفوت صنف غيره بعد فترة هذا هو السؤال كتاب لك أنه شو عرفنا بهذا البراد شو هو الصالح والغير صالح وانت هل عملت إجراءات الأساسية الجزرية اللي بتلاحق الأمور من بداياتها يعني وقت اللي بفوت مثلا يعني لنقول البقر اللي بيدبحوه بالمصلخ عم يجي من بلدان بالعالم هل عم ينفحص بالشكل اللازم قبل ما يفوت لأعرف أنا أنه هيدا صالح للاستعمال أم غير صالح ما بدي سمي أنا عشان كمان ما أدخل بلعبة التشهير في مؤسسات تبين أنه عندها لحم فاسد وتبين أنه عندها حالات غير طبيعية وتبين أنه كتير من المؤسسات بتستعمل هذا اللحم من عندها من مؤسسات يعني مصنفة درجة أولى إلى مؤسسات يعني عادية مش هاي شو نعمل معها إجرائيا وقضائيا شو مفروضين عمل يعني لا لا ما تسكرت هاي المؤسسات بس بالأمس بلشوا بسطروا محاضر ضبط شو عم يعملوا أخذوا منهم انتعهد أنه أنا هيدا الموضوع بطلت بيعه أو رح عدل المواصفات تبعه طيب هل رح يصير فيه متابعة كمان هذا سؤال هو يقول هل رح يصير فيه متابعة شو بدي بقوله كلهم عم بقولوا كل شي ما احترامي ومع تقديري كلهم وعلى جهودهم بس كلهم بقولوا نفس الشي بكرة تتغير الحكومة بيطلع من الوزارة بيصير يقولنا أنا وقت اللي كنت عملت كذا وبيجي الوزير اللي بعد ويمكن يكون اهتماماته بغير محل يعني مرة بوزارة الصحة العين وزيري بيهتم بالدوى ومرة الوزارة الصحة العين وزيري بيهتم بالفساد الغذائي او الامن الغذائي كل واحد بيروح باتجاه ما بعرف شبكة المصالح لانه فيه كلام مبارح للنائب وليد جنبلاط انه هاي دي حملة ضد كرتال المطاعم شو يعني صرنا نحن هلا بنظام اشتراكي وعم نحارب الرأس يعني انت هلا عم بتطبق الاشتراكية ضد الرأس مالية يعني بهذا الموضوع تعملي كرتال المطاعم حكي غير يعني غير مسؤول وانه انا دعمه للآخر بمعنى يعني بالعكس الموضوع يطال حتى الساعة بنسبة كبيرة او بالنسبة الاكبر المونز المحلات التجارية كل شيء كل شيء بلبنان ما هو الفساد بالاول الفساد سياسي يعني اليوم انا بيجي وزير بقول انه انا انا حزبي قلع مال هاك بقعد بقلب الوزارة او انا تنظيمي قللي هاك وزعيمي او رئيسي قللي هاك بالحزب وبيرجع لاش يا خايف في حكومة وفي مسؤوليات وطنية بها الحكومة وانت وزير بالحكومة ها كلام غير مقبول بالمعنى السياسي طب بس لما كمان بقلب الحكومة الوزير يلاقي حاله انه يعني دخلنا من زملاء لقلب الحكومة دخلنا بحرب سياسية يعني بقلب الحكومة مش هيك لا بدي يحولها الى موضوع سياسي طب هو ما حولها بس الزملاء اللي حولوا لما زميل لقلو يطلع يدافع عن مؤسسة او مطعم دون غيره ولما آخر يطلع يطلع يدافع عن مؤسسة او مطعم دون غيره تعالج ضمن مجلس الوزراء هذا الموضوع كان لازم ينطرح معلاش يعني ما احترامنا كان لازم اي وزير عنده ملف من هالموضوع بياخد هالموضوع على طاولة مجلس الوزراء بنائش هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وبقول انه انا رح اخد اجراءات واحد اثنين ثلاثة بتحبوا انه انا اعلن اعلن هذا الموضوع في الاعلام او انه هذا الموضوع منخلي طيب لا منخلي لا ما فيه طيب ما المسؤول المسؤول مسؤول ان يعالج لا ان يثير القضية الاعلام هو اللي بيثير قضايا المسؤولين هن اللي بيعالجوا الوزير هو اللي بيعالج ما بصير هو إعلامي وما بصير هو يعني معلق سياسي أو معلق إعلامي الوزير بيخبرنا خبريات وبعد شوية بتروح إلى الخبريات يمكن نعمل حلقة بعد شي شهرين نقول وين صارت هاي القصة ويه راح تنبين من التداول فلذلك هذا الموضوع نمط التعاطف ما حدا بيعرف شو يعني أن يكون وزيرا في وزارة إلا القل عشان ما نظلم الكل عندي ملف أنا وقع بين دي من هالنوع بيحملوا بروح على طاولة مجلس الوزراء ناقش هالموضوع بعد شوية لأنه طلع وزير قال طلع وزير ردله من تاني مال طلع وزير تالت حكي عليه فتنا بمعمعة هلأ في ناس كتير ضايع عنه طب مين اللي معوحها طب بس هون حضرتك بتعرف أنه ببلد مثل لبنان إذا بدك تاخد هكذا ملف على طاولة مجلس الوزراء والكل عنده مصالحه ومحسوبيته وواواوا راح يموت هيصير من الأدراج يعني يدخل إلى أدراج مجلس الوزراء لا لا ما بيموت ما بيموت إذا كان وزير قوي في يقول أنه أنا وقع بين دي هذا الملف أنا عم تابعه بدي دعم الحكومة بهذا الموضوع طب هوا راح تابعه أنا راح تابع الإجراءات اللي عم بصير مشالة أمن بعيد بين الوزراء بس قام بهذا الموضوع مع رئيس الحكومة طرحوا أمتين بعد ما أثير بالإعلام وبعد ما اعترضوا وزراء آخرين على الموضوع رئيس الحكومة حكما من موقعه المسؤول ومن موقعه الوطني ما في ما يقوله للوزير تابع بهذا الموضوع حضرتك اليوم كمحمد عبيد هل كمواطن وكناقد يعني حضرتك عم تقرأ هذا المؤتمر الصحفي وهذا الملف الذي فتح تعزت من هذا المؤتمر اعتبرت أنه ما ممر من أسماء ومن مطاعم ومن مؤسسات أخدت فيهن يعني مش قصة أخدت فيهن ما في أنا أقول لك صراحة أنا ما عندي يعني بتجنبهم بس ما عندي ثقة بأن ما يقال هو فعلا يعني واقع لأنه أخدنا الموضوع على التجاذب السياسي والفحوصات في شي بيأكدها وشي ما بيأكدها وشي بيقول إذا هذه انطبخت وكذا بتروح مفعولة وإذا لأت ضلت ني بيضل إلى مفعول يعني ضيعوا العالم بطريقة أنه هلأ الواحد تلقائيا إذا قال الوزير أو ما قال بيضل يتجنب أنه يأكل شي فاسد أي إن كان بس هلأ هلأ هذا الواقع هو موجود فعلا يعني اللي أنت عم بتقلنا أنه هذا واقع الوزير ما رح يخترع أصناف في أمراض وفي بكتيري وفي أسطنا يعني لما نحكي عن الإيكولاي لما نحكي عن أنا ما عم قول عم يخترع السرمونالة وغيرها أنا عم تحكي عن أنا ما عم قول عم يخترع أنا قلت أنه في الآلية في نمط التعاطي مع هالموضوع في عدم المتابعة الجزرية للقصة من بداياتها هاي الموضوع إنما لا ينفي أنه ممكن هذا وعم بحكي عن أداء الوزير والوزراء وكثير من الوزراء في التعاطي مع هايك أضايا كبرى يعني صايرين صايرة القصة فضائحية أنه أنا لا أثبت أنه أنا وزير أبا ضاي بزدت لي شغلي أنه أنا عم تابع هاي أنه أنا نجحت لأنه أنا تابعت هذا الملف ولايكوش عملت أنا أنقذت حياة اللبنانيين أو أنا وقفت تهريبي أو أنا عملت كذا أو أنا لا مش هذا الموضوع أنت مسؤول ما بتربحني جميلة أول شي أنك أنت عملت شغلي لأنك أنت بموقع المسؤول ما فيك تربحني جميلة أنا كمواطن أنت وجباتك تعمل هايك ووصلت لهون حتى تعمل هايك ما فيك تعمل هايك استقيل هاي أول شغلي فما في ربحني جميلة ما هاي المشكلة الكبيرة كتير يعني بيعمل شغلي بيربحنك جميلة أنه أنا عملت لكم هايك لأنت ما عملت لنا هايك أنت قاعد بمحل واجبك أنك تعمل هاي بأي بلد بالعالم هاي النقطة الأخيرة اللي هي التوقيت بالدخول إلى التوقيت هل تعتبر أنه هو النار الذي سوف يطغى بدخانه على التمديد لا هايدي واحدة من الشغلات اليوم شو توقيت اللي بتاتبش فيه بلونات حرارية يعني تثار أو ترمة عشان اللي عم بيأوس على هايدي مثل قصة الطيارات اللي بكون عم بيرموا عليا الصواريخ بتصير ترمي بلونات حرارية حتى تضيع الصاروخ اللي رايح على الطيارة اليوم كل الناس إذا حكيت أو ما حكيت وقعت كتير الناس بصمتة رافضي موضوع التمديد وما تبري أنه هذا المجلس النيابي هو سلطة متهالكة سلطة سياسية متهالكة أنا بشبهها بتركيبة الأنظمة اللي هرت بالمعنى الشعبي مثل نظام حسن مبارك ومثل نظام زين العبنين بن علي يعني شغلي يعني هدياني بهزي صغيري بتوقع هاي الصوتة هل عم تحكي عن العمر أنه كلهم عجزوا عم نحكي عن العمر وعم نحكي عن الأداء كمان مش بس العمر العمر له تأثير والأداء له تأثير اليوم هذا المجلس من سنوات طويلة من 2005 تقريبا حتى اليوم من وقت اللي صار الانفجار السياسي الداخلي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري هذا المجلس عمليا لا يعمل شيئا وبيجدد لنفسه أو بيمدد لنفسه وبيعمل تسويات داخلية ولا يقر قوانين لها معنى يعني ممكن أن تفيد المواطنين أو تواكب التغيير الكبير الذي حصل يعني من طول أغتيال وبالتالي أنا بعتبره هو سلطة سياسية متهالكة بس مسندين بعضهم لأنه كلهم هني بدهم أنه هني يضلوا بالسلطة لم ينتج هذا المجلس يعني اعتبرنا أنه دخلنا نحن هلأ الكتار بنظره خاصة جماعة 14 أدار أنه نحن سبقنا الربيع العربي بشو سبقته ما أنت بعدك عايش بالبلد بنفس أسلوب ونهج أو أنا بسميه النهج الخدامي اللي كان عاني ما تغير شيء ما أنتوا هذه التركيب السياسية اللي أنت جتها حالي النفوذ السوري بالبلد في مرحلة ما واللي اليوم لبنان دفع سمنها وسوريا تدفع سمن هذا الأداء اللي كان بتلك المرحلة بعدها عم ننتج نفس الفريق ونفس المجموعة صار عليها شوية إضافات اللي هي القوات اللبنانية والتيار الوطني اللي كانوا مبعدين أو منفيين وهذاكي محبوس ورجعوا على اللعبة السياسية أما من يمسك بي ما بقوله تلابيب القرار أو المفاصل اللعبة السياسية لا هني نفسهم اللي كانوا على المرحلة السابقة ما تغير شيء يعني بتعتبر أنه عم بتقول حدثك أنه الهدف مننا هو الهاء الرأي العام طمعا هذه وحدة من القضايا هذه وحدة من القضايا اللي بتاخد الرأي العام بسيطة الكلام كمان هون أستاذ محمد لما عم نحكي عن رأي عام فعلا أيام لأيامي يعني نحنا كنا عم نحكي عن رأي عام يعني غائب عن الوعي لا بس راح التمديد مر التمديد عدد من الشبان الذين تداعوا بحركة للمجتمع المدني أو لجمعيات من المجتمع المدني لحتى صارت الناس تعتبر أنه هذه حركة ما تقبضة للأسف وحتى بيصيروا بدوا يتفلسف وينظروا عليهم للشباب علما أنه ما حدا منهم من كل العالم اللي كانت عم تحضر ببيوتها عزب حاله ونزل وقف مع وقفتهم بس أنه نحن شعب بس شاطرين أنه ننتقد ونتمسخر على هيدا وعهيدا بس أنه ما صارف في فعلا تحرك فعلي ليقول لواحد أنه لأ هيدا التمديد هز البلد يعني بمعنى شعبيا ما هز البلد بواقع الفرز السياسي الطائفي والمذهب اللي قائم بالبلد معنى أنا من الناس اللي ما بيتوقعوا يصير شيء أكتر من اللي صار إنما المشكلة أن الناس تراكم صمت إنما هذا الصمت على إحساس بالغبن وبالقهر اليوم ما بصير هذا يعني الاستمرار في استحمار المجتمع يعني هذا الدكتور علي شريعة الله يرحمه المفكر الكبير كان يقول أنه هناك الاستعمار وهناك الاستحمار فالاستعمار اللي بيكون جاي من الخارج والاستحمار للأسف عم نستعمل هالتعبير واللي مش ما بيقبلوا يعني على الرأي العام بس بالمعنى أنه اليوم عم يتعاطوا مع الناس وكأنه فينا نسوء المطرح ما بدنا إنما هذي الناس هني نفسهم عم بيراكموا صمت مع قهر وإحساس بالغبن نتيجة أن هذه السلطة لا تريد أن تغير شيئا على المستوى الداخلي هذي انكشفت أزمة من الأزمات اللي هي موضوع الفساد الغذائي طيب والفساد السياسي والفساد الإداري والفساد القضائي والفساد المالي واللي هني كلهم شركاء فيه يعني هلت النائب وليد جمبلات أنه أنت شفت هذا الجانب طيب أنت جزء من تركيبة مع مجموعة اللي سميتهم هذا الطقم اللي زال بسوريا واحد هرب والثاني انتحر وبعده عنا قائم هذا النهج تعتبر أنه نحن انتداد للطقم عبدالحليم خدام وغازي كنعان مش أنا بعتبر هذا الواقع هني هاو تركبوا بهديك المرحلة وما بعد المستمرين بالحياة السياسية رغم كل المتغيرات وعن بنافسه نفس السلوب والنهج اللي كان قائم اللي صار وقته أنه وزعنا البلد لمقاطعجية أو لولاد في واحد والي على الشيعة واحد والي على السنة واحد والي على الدروس هكذا كان الشغل قائم وأنه هاو دي الولاد نحن يكفي أنه نتعاطى معاهم وهني بيضبطوا وهني بيحكموا طواقفهم بعدنا بنفس الوضعية شو تغير؟ رح تابع معك بهذا الملف وملفات أخرى لكن نعود إلى زميلة كيكلارا جاحة والصحف لكيكلارا شكرا لك ننسي نبدأ الصحف مما كتبته اليوم البلد تحديدا في تقرير كتبه محمد دهشة تحت عنوان كيف يعيش فاضل شاكر في عين الحلوي يقول أنه وفق أبناء منطقة التعمير فأن شاكر ما زال يعيش فيه ويتنقل بين الحين والآخر إلى منزل آخر عند الطرف الجنوبي لمخيم عين الحلوي وهو ما رصدته كاميرات مراقبة في الشارع التحتني قرب مسجد الجميزي ليلا مع حارسه الشخصي ومرافق له وبعيدا عن حياة الترف الذي ذاق حلو طعمها يواصل حياته مقيد الحرية محدود الأصدقاء لا يتنقل إلا نادرا وإذا فعل يكون ليلا وتحت جنح الظلام يقضي فضل معظم وقته متابعا الأخبار ولسيما تطورات الأحداث في سوريا تزوره عائلته كل فترة في تغريدته الأخيرة على موقع تويتر حاول شاكر أن يظهر نفسه أنه مازال قويا متماسكا لا يعيش وضعا نفسيا صعبا فكتب يقول طوال حياتي لم أشعر بالحرية كما أشعر بها اليوم محررا من النفاق والدجل والإعلام الكاذب متقربا من الله عز وجل فالله أغلى غير أن الوقائع بحسب البلد وعلى الأرض تشير وفق ما ينقل بعض المقربين منه أنه بات يخشى أن يصبح كبش فداء ويتم اعتقاله لذلك بدأ التفكير بالبحث عن مخرج من سجنه الكبير علّه يبدأ حياة جديدة ما زلنا في موضوع فضل شاكر وتحديدا ما كتبته الأخبار في علم خبر حيث وردت إلى أجهزة أمنية تقارير مخبرين تتحدث عن افتتاح الفنان التائب فضل شاكر فرنا للمناقيش ومتجرين الحلويات داخل مخيم عين الحلوي وذكرت التقارير أن الفرن يقع في مجمع الهلال في المخيم ويتولى إدارته المطلوب محمد بيضون أما المتجران الآخران فيقع أحدهما بالقرب من مسجد النور فيما الثاني كائن بالقرب من مسجد الصفصاف في الأخبار كتب أيضا عفوا في الأخبار ما كتبه محمد نزال تحت عنوان داعش نمر من ورق جرفنا الصخر يا قاسم يقول محمد نزال داعش ليس إلها تنظيم لديه قدرات قتالية عالية صحيح وألا في المقاتلين المستعدين للموت صحيح أيضا لكنه ليس آلها لا تهزم تلك الفزع التي أرادت وأريد لها أن تكون أيقونة رعب عصية على الكسر تم كسرها أخيرا وتبين في نهاية الأمر أنها نمر من ورق ولكن شرط مواجهتها جديا هذا الأمر قبل نحو ثلاثة أسابيع أثبت عمليا في العراق في منطقة جرف الصخر تحديدا التي باتت تعرف اليوم بجرف النصر تمتد ناحية جرف الصخر طويل طوليا عفوا نحو خمسة وعشرين كيلومتر بعرض متوسط أربع كيلومتر بدأ الهجوم من ثلاث محاور أساسية حيث أمطر الجرف بنيران تمهدية قوية لحوالي نصف ساعة قبل أن يبدأ التقدم الميداني من المحاور الثلاثة اشتعلت المعركة واحتدمت المواجهات عن قرب وجها لوجه مع مقاتلي داعش مقاتلو الحشد الشعبي رأوا بأعينهم كيف كانت داعشي يسقط أرضا ومن بقي حيا يجهد للفرار من المنطقة في البداية دافع إرهابي داعش عن خط دفاعهم الأول بالقنص والعبوات الناسفة التي كانت مزرعة بكثافة بين أشجار النخيل لكن سرعا ما تهاوى هذا الخط بعد الهجوم المركز والمحكم التنظيم لمقاتلي الفصائل العراقية وهؤلاء بالمناسبة غير مدربين تدريبا عاليا لكنهم منظمون وقد وضعت لهم خطة محكمة وفي غضون ساعات بدأ التواغل داخل مناطق داعش الذي فوجئ مقاتلوه بالإطباق عليهم وقطع خطوط الإمداد عنهم كل المحاولات الداعشية للصمود كانت يائسة وفي غضون أقل من 48 ساعة تم تحرير المنطقة التي استعصت على الاحتلال الأمريكي ومن بعده على القوات الرسمية العراقية على مدى نحو عقد من الزمن يختم محمد نزال بعد ملحمة جرف الصخر وانتشار صور سليماني من قلب الميدان مبتسما أرسل أحد مقاتلي الفصائل رسالة إلى أحد معارفه في الخارج ليطمئنه عن الوضع رسالة مقتضبة جدا لقد جرفنا الصخر يا قاسم من الأخبار ننتقل إلى السفير وما كتبه نبيل هيثم تحت عنوان كل الرؤساء صنعوا خارج لبنان الراعي يكسرها مع بري فكيف سيجبرها يقول نبيل هيثم ليست المرة الأولى التي يرمي فيها الراعي حجرا كبيرا على مجلس النواب فقبل نهاية ولاية ميشيل سليمان رمى حجرا على المجلس حينما توجه إلى الرئيس نبيه بري مطالبا إياه بالدعوة إلى جلسات يومية الزامية لانتخاب رئيس للجمهورية يومها استوعب بري الصدمة وأبعد الحجر برد مقتضب أستطيع أن أدعو إلى جلسة كل خمس دقائق ولكن هل هذا يحل الأمر؟ ثم أتبعه بحجر ثاني بتحميل المجلس مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية فحمل بعض المقربين من بكركي ردا مفصلا لماذا يصر البطريارك على التصويب على المكان الخطأ؟ فالبرلمان هو المحطة الأخيرة في مسار الانتخابات الرئاسية اختيار المراشحين هو المحطة الأولى وهذا غير متوفر والتوافق على أي منهم هو المحطة الثانية وهذا غير متوفر أيضا وقد جرب البطريارك نفسها التوفيق فيما بين القادة الموارنة وفشل والظرف الدولي والإقليمي هو المحطة الثالثة وهذا غير متوفر حتى الآن يضيف نبيل هيثم الانتخاب في المجلس هو المحطة الرابعة فلماذا الإصرار على سلوك المسار العكسي من المحطة الأخيرة إلى المحطة الأولى؟ قيل لبعض المقربين من بكركي إن البطريارك كسرها مع المجلس ورئيسه فدلون كيف سيجبرها؟ وإذا كان يحمل النواب مسؤولية افتعال الفراغ الرئاسي فإنه يضع نفسه في موقع المطالب بأجوبة على التساؤلات التالية يطرح نبيل هيثم عدد من التساؤلات من بينها ألا تقتضي الموضوعية والواقعية مقاربة حقائق الأمور كما هي؟ وليس تحميل النواب ما لا طاقة لهم عليه؟ وهل كان للنواب دور أكبر من دورهم التقليدي في التصويت؟ ثم التصفيق للرئيس الذي يسقط اسمه على البلد من خارج الحدود؟ ننتقل إلى الجمهورية وما كتبه ألان ساركيس بكركي تدعم الجيش وقائده وهيل للراعي لم نحسم خياراتنا الرئاسية يقول ساركيس أوضحت مصادر بكركي للجمهورية أن قائد الجيش العماد جانقهواجي أطلع البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي على الوضع الأمني في البلاد في وقت أبلغه الراعي طلبه من الحكومة الأسترالية تسليح الجيش ودعمه أن هذا الطلب قد لاقى تجاوبا لافتا وتشدد المصادر على أن علاقة الصرح البطرياركي بالجيش وقائده ممتازة جدا ولا يفكر أن أحد بزرع الشقاق بينهما بصرف النظر عن الاستحقاق الرئاسي والدخول في لعبة الأسماء فالجيش سياج الوطن وحاميه والجميع تحت رايته وبكيركي تبذل ما في وسعها لدعمه في هذه المرحلة الحساسة وبشتى الوسائل المتاحة لأن التصويب على قائد الجيش ومهاجمته هو استهداف للوطن وللمؤسسة العسكرية يضيف ألان ساركيس بعد إفراغ الرئاسة من رئيسها الماروني لن نسمح بالتعرض للمؤسسة العسكرية بحسب ما نقل عن بكيركي هذه المؤسسة التي ترأسها شخصية مارونية وتحمي كل لبنان وأبدت المصادر للبلد ارتياح بكيركي بعدما أمسك الجيش باللعبة الأمنية وضبط كل بؤر الإرهاب ما يدل على صوابية توجهها عندما دعت اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا إلى الابتعاد عن التسلح والأمن الذاتي لأن الجيش أثبت مهنيته وقتاله الاستبسالي وهذا ما طمأن المسيحيين إلى أن داعش وأخواتها لن تدخل مترا واحدا في الأراضي اللبنانية أخيرا مع صحيفة عقاض السعودية ومعلومة كشف مصدر سياسي بارز للعقاض السعودية أن كل الدعوات التي أطلقت للحوار الوطني خصوصا بين تيار المستقبل وحزب الله لم تلقى تجاوبا من حزب الله الذي بحسب عقاض يبدو مصمما على الاستمرار في سياسة الهيمنة على الدولة ومقدراتها بكل ما يقوم به الحزب هو رفض مطلق للحوار هذه المصادر أشارت إلى أنه بمقابل الدعوة للحوار التي وجهت عبر أكثر من مبادرة فإن الحزب يستكمل السياسته المرفوضة إن عبر تورط أكبر في سوريا أو عبر تسليح وتجنيد شبان من كافة الطوائف وآخرها الظهور الإعلامي الأول لمسؤول ما يسمى بسرايا المقاومة بصحيفة عقاد السعودية نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على الصحف عودة إلى الزميلة ننسي السبع والحدث شكراً كلارا بدي علق على تاني خبر بريتو كلارا من صحيفة الأخبار هل صحيح أن الفنان فضل شاكر الفنان التائب ومطلوب اليوم فضل شاكر يقوم بتشغيل فرن أو أنه عامل بزنس باين الحلوية؟ تسألي مخابرات الجيش أو الأجهزة الأمنية اللي بتتابعوا ما عندي تعتبر أنه فضل شاكر من الأسماء اللي فيه تسوية أمنية ما تسمح ببقاءه داخل مخيم وعدم إلقاء القبض عليه؟ هنا في وضع المخيم اللي لا يحتمل أي اهتزاز أمني لأنه أي اهتزاز أمني داخلي سيفجر المخيم بسبب كسرة المجموعات المسلحة وتنوع اتجاهاتها السياسية والدينية والمذهبية والخوف من إنعكاس أي تفجير داخلي في المخيم على المحيط المخيم كمان لذلك نحن بحالة تجميل للواقع القائم بالمخيم مع سعي من خلال اللجان اللي أنشئت على المستوى الداخلي ومجموعة الأمن الوطني لا يعني بشكل أو بآخر يحيدوا حالهم الأخوة الفلسطينيين في موضوع الصراع السياسي أو غير السياسي بين اللبنانيين وهذا أمر إيجابي وجيد ومهم وعم يظهر من خلال الزيارات المتكررة للقيادات الفتحوية أو يعني اللي هي جزء من السلطة الفلسطينية اللي دائماً عم بتحاول تقدم الموقف الفلسطيني العام على أنه موقف محايد في الصراعات اللبنانية الداخلية وهذا أمر مهم رح تابع معك بملفاتنا لكن متوقف مع فاصل ألاني ونعود مشاهدينا برحب فيكم مجدداً ونتابع حوارنا مع مدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبد أستاذ محمد كنا عم نحكي عن التمديد هل كان في حل غير التمديد لمجلس نواب؟ مش قصة أنه كان في حل أو ما في حل ما هي هادي التركيبة السياسية بتظلة سائقة بالأمور لتوضعك أمام خيارات أنت ما بعد فيك تطلع منها يعني بس كنا عم نحكي بالأول مثل هادي النظرية اللي طلعوا فيها القوات اللبنانية ليبرروا قبولهم بالتمديد بعد زيارة الدكتور سامير جعجع إلى السعودية أنه إذا كان الخيار بين التمديد أو الفراغ والفراغ يؤدي إلى خراب الوطن يعني بصير يعملوا لها تنظيرات وطنية كتير كبيرة السؤال الأهم ليش هذا مجلس النواب الحالي واللي عملياً هو يمدد لنفسه من خلال قوانين الانتخاب يعني ما نوقف عند أنه عمل أنون مدد لنفسه ما هو أنون الانتخاب اللي عمله الماضي هو مدد لنفسه واللي قبله هو مدد لنفسه واللي قبله أيام النفوذ السوري هي كانت توزيع مغانم على ولاة المناطق مثل الطريقة العثمانية فاليوم هذا المجلس يمدد لنفسه من خلال قوانين الانتخاب بالأول لأنه الشيء المؤسف أنه لما بتحكي عن هذا الموضوع بيطلع لك ناس طيب ما إذا عملنا انتخابات رح يجيهن ذاتهم ليش بدهم يجيهن ذاتهم أول شيء ليش أنت مسلم كمواطن أول شيء أنه أنا يعني بكل الحالات رح 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 انتخب هول ها أول نقطة تاني نقطة ليش بدنا نقبل بهذا القانون القانون الانتخاب هلأ قاعدين عم بيركبوا شغلي على السكت أنه بنعمل 64 نائب على الأكثري و 64 نائب على النسبي على أساس المحافظة خطوة نص خطوة خلينا نقول بس هل رح يمشوا فيها هل رح يقرب بكرة بصيروا بكرة بصيروا حنرجع نسمع كل الصيغ والحسابات السابقة بكرة بصيروا بصيروا يحسبوا أنه هاي دي الصيغة قدية بتطلع لي وقدية بتطلع لك وقديها دا أنا بتقول لي اليوم خلينا ناخد رئيس مجلس النواب يا خي أنت اللي ما قدرت تعمله خلال قدية صار له هلأ من سنة 92 صرنا 22 سنة بدك تعمله بكرة يعني يعني ما في شيء ما العمل التشريعي عمل تراكمي والعمل التشريعي الأساس فيه هو الحفاظ على الاستقرار السياسي الاستقرار الاستثماري الاقتصادي الوطني من كل الجوانب اليوم إذا ما فيه تجربة ناصعة راكمة أي مجلس نواب خلاص لازم هني يتنعوا من حاله نحن عملنا اللي علينا ما عد فينا نعمل أكتر بس هني يعني يعني ما فيه الواحد اللي من عشرين سنة ما قدر يعملوا من خمستاش من عم بغطي هيدا اليوم بيجي بيقول اليوم بيجي بيقول هلأ أنا بدي أنقذ اللبناء ما عاد فيك تنقذهم ما أنت دهورتهم عم بيحكي عن كل عن كل التركيب السياسي اليوم عم بيحكي طبع السياسي اليوم القائمة بينحكي أنه هي فعلا كمان لا حولة ولا قوة لها بعالم حوالينا يغلي بتوتر قائم بأمن مهزوذ أنه هيدا المطلوب مننا هي عم بتأمنه لا حولة ولا قوة مرة بقول أن الجيش اللبناني ونحن طبعا مع الجيش ومؤيدين لكل خطواته منقول الجيش اللبناني أثبت أنه قادر على حماية لبنان وعلى الحفاظ على الاستقرار وعلى حماية الحدود وعلى حزب الله أنه يشوف كيف هو يطلع من سوريا ويسلم سلاحه وغيره وبرجع بعد شوي بقول بنفس الوقت أنه الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات كيف بيركبوه مع بعضهم يعني كيف أنت تسك بالجيش وتعتبر أن الجيش قادر على السيطرة لأنه بقول أن الجيش اليوم لما بدك 15 ألف إلى 20 ألف جندي ليديروا انتخابات وبدك 20 ألف إلى 40 ألف جندي ليمسكوا حدود فأنت بوضع ما فيك تسحب جنود الحدود هذه خلطة غير واقعية أول شي لما بكون فيه توافق سياسي على إجراء الانتخابات ما هذا رح يضرب كف وإذا صارت شوية أحداث بتصير بكل دول العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي يعني فيها أجهزة وفيها دول وفيها مؤسسات وبالتالي هذا الكلام غير واقعي النقطة الثانية لا هني الواقع أن تيار المستقبل اللي هو كان كل يوم بنظر إلى أن الجيش لديه القدرات اللازمة للإمساك بالوضع الأمني بالبلد وبالحدود وبغيرها بناء على إحصاءات أجريات تبين أنه حالة التأييد اللي كان نفترضها في الوسط السني تراجعت إلى نسبي لا تتجاوز يمكن 37 أو 38 وبالتالي شفنا الرئيس سعد الحريري أول من قال أنه نحن مع التمديد وأنه نحن ما رح نترشح إذا رحنا على الانتخابات لماذا مشوا بدونه إذا صار حجم فعلي شعبيا شو خص الميساقية إذا 37% بمثل ميساقيا يعني الآخرين صاروا بمثل يعني الميساقية ما حد أدأ فيها عشان الميساقية بأي معنى عشان الميساقية ما هي هذه سندني تسندك يعني اليوم لما بيجي أنه بصير ما هني بيترحولك شعارات وبصير الناس غرقانة بهذه الشعارات أنه والله الميساقية لا نحن حافظنا على التوازن بالبلد أنا أية توازن حافظت خبيبي تيار المستقبل حالي سياسي موجودة اليوم بكرة مش موجودة يمكن تتبدل بس مين ما فيه هون الرئيس بري وفي النائب وليد جنبلات اللي هن الحلفاء الضمنيين هلا بنحكي على حزب الله ما رح نوفره ما تخافي لا ما خص توفير بس وين بي هاي المعاملة لا لا أنا ما رح وفره بالشق الداخلي بعيدا عن الموضوع الاستراتيجي ما رح وفره بالشق الداخلي بس عم نحكي عن الرئيس بري والنائب وليد جنبلات اللي مع جماعة المستقبل يشكل هذا الثلاث الموروث اللي أنا قلت عنه من المرحلة السابقة ما فيهن يتركوا بعضهم ما بيفقوا عن بعضهم مهما تكن الأمور ما بيفقوا عن بعضهم لذلك بيعملوا الأوانين وبيعملوا تركيبات كلها بما يتناسب مع بقاءهم في السلطة يعني راح الرئيس موجود الرئيس فؤاد السانيورة وليس الرئيس سعد الحريري موجود الرئيس فؤاد السانيورة اللي يتناغم مع هذين المسؤولين على مستوى إدارة أو تركيبة اللعبة الداخلية لذلك شفنا بس بلش ينحكي عن التمديد ما عدوا فرقوا بعضهم بالاجتماعات المعلنة وغير المعلنة وصار كل يوم بعد شوي يجل رئيس فؤاد السانيورة عند الرئيس بري والنائب وليد جنبلات يعني عم بنت يتناغم مع الرئيس بري حتى يركبوا موضوع التمديد بدوا نتغطي مسيحية عشان ما يسمى بالميثاقية أخذوا الدكتور سامير جعجة على السعودية ورتبوا له وضعه ومشي بعدان بالموضوع وطحت عنوان ما بعرف يعني بوضعه يمكن بالسياسة بس وامبارح كان مصري يأكد أنه ما نضغط عليه وكان موقفه حتى اللحظة الأخيرة أنه ضد التمديد رح نسدي طيب لاش قبل ما تروح على السعودية وأنا ما بشيله وأنا ما بحطه وأنا ما كده يعني ما عليش كمان يحتر معقول الناس يعني إذا بيمرؤوا الأمور والناس هلأ أهمة بلقمة عيشها وبظروفها وبمدارس ولادها وبالمصائب اللي عم بتبين بالصحة وبالغذاء وبغيرها وبغيرها لا يعني أنه الناس ما عرفي أنه كل هذا كل هذا الخطاب السياسي هو خطاب يعني تجيل لا علاقة له بالواقع الواقع هو ما يدور في الكواريس بين هذه القوى ما أقف غفلته ما أقف حزب الله لا الذي سار بالتمديد شأنه شأن تيار المردة شأنه شأن خلفاء أنا ما أغفلته ما أغفلته أبدا حزب الله ما يبطلع الأرسلين وغيرهم 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 حزب الله دائما بترتيب أولوياته وأنا برأيي هذا خطأ استراتيجي بترتيب أولوياته دائما لديه في الصف الأول الموضوع الإقليمي المقاومي وحيسياتها وكيفية حمايتها وكيفية الحفاظ عليها إذا كان الأمر يضطر قتال إسرائيل أو قيام بعمليات أو القتال في سوريا وكذا وأنا معه بشكل مطلق دون نقاش في هذا الموضوع يعني ما في يعني ما بنائش بهذه القصة أما الشق الآخر لأنه الأولوية هاي واحد واثنين وثلاثة وعشرة هي هذا الموضوع عم بتصير الشق الداخلي هو شق عقله حزب الله في العمل السياسي الداخلي عقل تسوي يعني بيدور على تسويات أنه أنا عندي شيء استراتيجي كبير عم بنزو جوا بغطيهم يعني يعملوا لبا الدنيا أنا بغطيهم أنا موجود بالسلطة ما بخليهم ياخدوا قرارات ضدي لذلك بعطيهم يعني هلأ مثلا عدت سمعت حدا من قوى 14 أذار بعد التمديد عم يحكي عن مسألة أنه وجود حزب الله في سوريا ما عادت قصة أولوية هلأ ولا أولوية أنه نزع السلاح حزب الله فيما يعني موضوع المقاومة وتنفيذ 1701 أو 1559 لأنه يعني بالتسوية اللي صارت فيه موضوع التمديد تحافظ على وجود هذه القوى واعتبرت هذه القوى أنه حزب الله غير مهتم بالشأن الداخلي وبالتالي ما هذه كمان يعني لعب سياسي من حزب الله بس أنا كمواطن كجزء من موضوع أو مشروع المقاومة أنا برأيي أنه هذا خطيئة استراتيجية لأنه بالنهاية مراكمة أخطاء على مستوى الدولي ومنع إعادة تكوين السلطة وقيام دولي مثل اللي عبر عنها سماحت السيد نزيهة وعادلة وقادرة هذا يؤدي مستقبلا إلى أن ينفجر الوضع في الداخل رح أعطي مثال صغير وسريع كل الشغل اللي كانت عم بتقوم في الإدارة السورية سابقا على المستوى الداخل اللبناني كان فيه تقديم للموضوع الاستراتيجي تحت عنوين قومية وهلأ عنا معركة كبرى وكذا على إعادة تكوين سلطة صحيحة وسليمة في لبنان هود اللي هني صنعوهن السوريين انقلبوا عليهم في مرحلة لاحقة شو أصدك تقول من خلال أصد يقول أنه ما يتم التطنيش عنه اليوم من قبل حزب الله على المستوى الداخلي عم يتراكم لأنه في عند أي فرصة هود اللي عم نكرسهم بالسلطة عندهم جهوزية كل ساعة ينقلبوا علينا ما هذا شيء صار كمان بالألفين وستي كمان هون عم ينقال أنه كمان هالقد دائما تطويب حزب الله بمعنى أنه مشغول بالقضايا الإفريمية ومشفاضة على الأضايا الداخلية أو أنه ليس شريكا بهذه الوحول لا هو شريك لا 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 هو البعض يقول اليوم أن حزب الله وسوريا تريد التمديد بقدر ما يريده وليد جون بلات ونبيه بري وغيره من الرؤساء الأحزاب في لبنان يعني مش أنه رئيس نبيه بري غير حريص على الديمقراطية وغير حريص على وعا إنما حزب الله حريص لكنه ساكت أنه مع مرق لهم بعد يقول أنا ما عم طوي بحزب الله أنا عم بات بحزب الله عم يرتكب خطيئة استراتيجية وهذا تراكم عم يرتكب خطيئة ولا هو مقتنع وشريك بهذه خطيئة لا لا أنا بتوصيف للموضوع بتوصيف للموضوع وانطلاقا يعني مثلا في في قول الإمام موسى الصدر بيقول كل بيت للفساد هو خلية للعدو في الداخل يعني اليوم لما أنا عم طنش على موضوع إله علاقة بالفساد ليه عم تقول عم طنش مش عم شارك هم شاركوا لا خليني أقول لا خليني أقول هم كتلة وفاء للمقاومة من الكتل التي مددت لنفسها لا خليني أقول لا أنا عم بحكي عن موضوع الفساد بشكل عام الحزب ما في فساد يمكن ينمى على حواشي ناس تضبط حاله بسبب حجمه وكذا إنما الحزب كحزب ما له علاقة بالفساد بس كيف بتفسر خطوة نوا بقوله ما هاي اللي عم أقول لك يا أنا ما هاي اللي عم أقول لك يا التطنيش والمساهمة إذا بعد ذلك المساهمة بهذه التسويات ليش أنا عم أقول هو في الداخل تسوي الحزب التطنيش والمساهمة في هذا الموضوع يؤدي إلى استفحال الفساد على المستوى الداخلي السياسي وغير السياسي وبالتالي هيدا عم بكون حالات مستقبلا قد تستخدم واستخدمت بالألفين وستي من خلال بالألفين واربع بالأول من خمسة تسعة وخمسين وما تبع ذلك والموقف اللي كان عن جزء من السلطة اللبنانية من حرب تموز ومن حزب الله اللي كانوا عم بينسقوا مع الأمريكان على حساب موضوع المقاومة وكانوا مع تقدين أنه ممكن ينزعوا سلاح المقاومة بس كيف تعاطى حزب الله مع هذا الموضوع يعني اليوم البعض يقول ليه بده يكون الشخص ملكي أكثر من الملك وإن كان كل لبناني وطني معني بكل مقيل في ويكيليكس يعني حزب الله تعاطى مع ويكيليكس كأنه بده ضبضبة ما بده إياها تطلع وما بده حدا يعرف فيها يعني هون بدهما يكون هو الأحرص على أنه أن تنتشر هذه الأمور وأن يفتح هؤلاء كان هو الأحرص على استاذ هذا الموضوع برجع للتعبير أنه حزب الله على المستوى الداخلي هو حزب تسوي بحاول يسعى أو يعمل تسويات بطريقة بس ما في يكون هو تسوي مع السياسيين ويكون بذات الوقات في شريحة من اللبنانيين تعادي فريق آخر لمواقف سياسية حزب الله كحزب سياسي عم بيكون ماشى على ذات الخط معهم للسياسيين اليوم قوة 14 أدار وقت اللي إجه تتمدد وحزب الله شارك في التمديد ليش حزب الله في هذه ليش هذه القوة 14 أدار ما اشترطت مثلا أنه لنمشي بالتمديد لازم حزب الله يطلع من سوريا وإعادة لملة مثل الأمور وطرح قانون انتخاب جديد وانتخاب رأي جديد ما حطوا شروط لأنه بدوا نهني كلهم يضلوا بالسلطة وحزب الله جزء من هذه السلطة ما عم نبرقوا نحنا ولا عم نقول بس عم نقول نمط آداءه وتفكيره وعم نقول هؤديك الأطراف كيف نمط آداءه وتفكيره لذلك نحنا اليوم بواقع إذا لم يكن هناك قانون انتخاب جديد إلى جانب مجموعة من المبادئ اللي أنا بقول يعني لازم تكون موجودة أن تتوفر في النائب درجة علمية معينة أن يتم فصل النيابة عن الوزارة يعني لازم يكون فيه مشروع سياسي إصلاحي إذا حزب الله مش قادر يعمل هذا الموضوع للأسباب اللي عددناها لازم يترك المجال يفتح الحياة السياسية لأنه يكون في قوة أو قوة تصعد أو قوة موجودة تحمل هذا المشروع لحتى اللي تقوم بهذا الدور ما بصير الإبقاء على الوضع على ما هو عليه لأنه أنا شايف هؤدي السنتين ونص اللي جايين مش مناح على المستوى الداخلي لأنه رح تهتري هالسلطة السياسية أكتر وأكتر أكتر ما هي مثل ما قالنا متهالكة وهذا رح يقدي إلى حالة نفور ورح يقدي إلى حالة يأس على ما هذا اللي صار بالمجتمعات الأخرى أو بالدول الأخرى على مستوى أوسع تاب اليوم حضرتك تحكي عن المجتمعات الأخرى والدول الأخرى ما الذي يأخذ محمد عبيد إلى سوريا اليوم حضرتك كنت بسوريا شو اللي بيخذك على هذا المكان مع من تلتقي هل تلتقي مع شخصيات من النظام بمعنى حتى أشخاص البعض أعتبروا أنه كانوا شاركين باستشراع الفساد في سوريا وفي البعض منهم شارك بهذا في لبنان بعد الفاصل الأعلن الأخير مشاهدينا برحب فيكم مجددا وأنه تابع حوارنا مع المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد أستاذ محمد حضرتك كنت عم بتشدد كل الحلقة على أنه في تأم سياسي مستولد من التحالف الأمني السوري اللي كان خاطت إيده في لبنان أو السيباح عبد الحليم خدام غزي كنعان حضرتك كنت بسوريا من يومين يعني اليوم البعض بيقول أنه مين بتطلعوا بتلتقوا بسوريا شو اللي بيطلعكن كإعلاميين كمحللين تطلعوا على سوريا اليوم أول شيء أنا ما تجمليني مع أحدا من مين بتطلع مين بتطلع أو لا أولا يعني هاي شغلي مش جديدي صاري من سنة السبعة وثمانين أنا بروح على سوريا مش يوم واثنين يعني هاي أولا ونتيجة شغلي وموقعي بموضوع وزارة الإعلام سابقا أو من خلال مواقعي بالحركة كمسؤول الإعلام مركزي أو مسؤول علاقات خارجية كان عندي مجموعة من العلاقات على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي أيضا في سوريا والحمد لله حفظت عليها وقائمة على يعني الاحترام المتبادل أنه أنا من الناس اللي لا استفادوا من سوريا ووقت اللي أبعد ظلما عن موقعي ما خدموني السوريين وإنما عندي قناعات أنا العلاقة بموضوع موقع ودور سوريا القومي والاستراتيجي بالمنطقة وكجسر للمقاومة كظهير حامل للمقاومة وبعتقد أنا أن سوريا لا سمح الله إذا راحت إلى شكل ما من الانفجار الأوسع أو التقسيم أو غيره هذا الموضوع سيدمر المنطقة بكاملة لذلك أنا قلت بهذا الشق أنا كنت من أول الداعين إلى تدخل الأخوة في حزب الله على المستوى العسكري والأمني في سوريا خصوصا من جهة الحدود اللبنانية أو لجهة الحفاظ على مقام السيدة زينب عليه السلام أو المقامات أهل الله بس هلأ حاليا بس تطلع فاليوم بلت كتير أنا عندي أصدقاء بلت عندي أصدقاء قضاة وعند أصدقاء بالوسط الإعلام وعند أصدقاء بمجلس الشعب وعندي ما فينا أنا شخص من ناس ما في أعيش بلا سوريا يعني أنا تعود صار لي أكتر من 25 سنة أو خلني أقول 20 سنة رايح جاي على سوريا وعندي صدقات اجتماعية وعلى قات سياسية بشوف ناس بالخارجية بشوف ناس بالأوساط الأخرى السياسية الإعلامية بحاول يعني الواحد يكون صورة أنا اليوم لما بدي أحكي إذا ما عندي معطيات عن هذا الموضوع إذا واحد بدي يحكي بالأعلام ما عنده ثقافي سياسي وما عنده معطيات سياسية ما في يحكي يعني بصير عم برندح يعني بخالق باليوم بالمعطيات البعض يقول البعض يقول يوم بالمعطيات إنه سوريا تغيرت وإنه لا مش سوريا اللي كانت قبل والحريات والانفتاح وهو هل صحيح؟ لا خلينا نكون واقعيين خلينا نكون واقعيين اليوم أنا بحكي بكل صراحة اليوم سوريا تعيش أزمي كبيرة على المستوى الداخلي لأسباب عدة أول هذه الأسباب هو التدخلات الخارجية اللي وجدت لنفسها ليش أنا قلت أنه في حالة سياسية أو في نمط أداء سياسي أدى إلى خراب لبنان ومن ثم إلى خراب سوريا نتيجة الأداء السياسي بمرحلة ما بلبنان وبسوريا تغير أداء اليوم بسوريا نعكست طبعا تغير تغير كتير خلينا نقلك كيف تغير تغير أول شي مراكز القوة أو النفوذ اللي كان يتمثل بأشخاص مثل اللي سميناهم عشان منظرنا نعد الموضوع يكون عنا شي كأنه أنا وبعرفهم اتنيناتهم اللي عم بحكي عنهم بس بعرف أداءهم وبعرف نتائج أداءهم هايدي التركيبة جزء كبير منها صار خارج السلطة في سوريا وخارج مفاصل القرار هاي الجيهة الأولى ولا نعكس بفعلا آلية النظام بمعنى نظام اجتماعي سياسي نعكس نعكس على كتير من المستويات إنما اليوم أنا بالواقع الحالي خلينا نرجع للبدايات اليوم في واقع أمني وعسكري قائم في سوريا فيه تضحيات كبيرة جدا أن بقوم فيها الجيش العربي السوري وقوات الدفاع المدني فيه ضرب الحالي الداعشية أو النصر أو ما تبقى من هالمجموعات الحيتان الصغيرة والكبيرة اللي عم تاكل بعضها هلأ في كتير من المناطق السورية هذا على المستوى العسكري على المستوى الاجتماعي صار فيه نضج كبير لدى الرأي العام السوري اللي حاول اللي كانوا عم بيقودوا المشروع من الخارج أنه نجرفوا سوريا في هذا التيار اللي كان عم بيمر بالعالم العربي اللي سمي ظلما أو سمي يعني بطريقة غير صحيحة وغير واقعية الربيع العربي حاولوا أن يجرفوا سوريا في هذا التيار تبين لا سوريا لديها مقومات على مستوى الرئاسي على مستوى الجيش على مستوى القيادة وعلى المستوى الاجتماعي كيف بتفسدني؟ في حالة نضج بالرأي العام اليوم حاول كيفية يعني تعاطي مع موضوع الدولي هذا لا يعني أن الناس خليني إليك هذا لا يعني أن الناس قابلة ترجع إلى مرحلة الحكم الأمني طيب يلحل الكلام اللي عم بتقوله ورفض الناس لما يطلع خبر عن اعتقال ماريا شعبو التي هي ناشطة سياسية والتي ولدت في السجن يعني الناس المبتعرف أنه ماريا والدها كان مزجون والدتها كانت مزجونة وولدت في السجن وبقيت بالسجن لعمر سنة ونص أفرج عنها وبقيت والدتها بالسجن اليوم لما بيرجع بيعتقل شخص مثل ماريا شعبو شو بتكون كل الكلام اللي قلته إلى أي مدى فعلا أنا ما بوقف خليني أقول لك شغلي أنا ما بوقف عن هذا الموضوع يعني معلش هذه الشغلة اللي تثار بالأعلام نلقت شخص ومنقول هذا الشخص يعني فيه تتحقق الديمقراطية يعني هذا الشو شو المبرم لحتى يرجع هذا ترجع هذه الممارسي شغلة الأعلام اليوم هذا الشو اللي بنعمل على المستوى اللي هو نتيجة للواقع الغربي طيب في حادثة مماثلة في معتقلي زوجة معتقل وهي ورديعها في السجن في البحرين ليش من عمل هذا الشو كمين بنعمل لا لا ليش من عمل خليني أقول بنعمل بس حدثت جاي من سوريا لهم عم بتقولي سوريا تغيرت وصير العقل الأمني اللي كان سابق لم يعد حاليا أنا لونا جاي من البحرين كنت شألتك عن البحرين لا 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 مش أنه لم يعد ما في دولة بتترك أمنها اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الـ 9-11 بصير فيه تنصت على حتى الرسالة اللي بيعتها الواحد على التليفون الجهاز الأمني ما بيتراجع بالمعنى أنه والله بيبطل يتابع الأمن بس ليش ناشطين بس اليوم أنا بدي شوف هيدا الناشط أنا شو ارتباطاته عم بحكي اليوم عم بحكي اليوم بنجي عم نحكي ما فيه شغلات كمان ما بتدخل ما بتدخل بالرأس بس مريا يا أستاذ محمد كانت تهمت والدها الانتماء لحزب العمل الشيوعي كذلك تهمت والدتها بفترتها يعني حدا من أم تنتمي إلى حزب العمل الشيوعي وأب ينتمي إلى حزب العمل الشيوعي وهي ناشطة معروفة شو بدا تكون داعشية لا لا ما عمقول داعشية أنا عمقول ما بعرف شو الحيثيات الأمنية لأعتقالها هاي دي شغلي بتخص الدولة السورية أنا أودخل فيها أنا بهمني من الموضوع السوري أنا بقولك بكل صراحة أنا مع التعددية السياسية في سوريا ومع حرية الرأي موجودة حاليا لا مش موجودة بالمعنى اليوم أنت عايشي ظرف بتمشي أوقات بشوارع ما بتعرف أي ساعة بتنزل الهاون عليك أو بأماكن تانية بصير في أعدمات بالشوارع وتصور هذه الأعدمات في وضع عسكري وأمني غير طبيعي في سوريا ما في يجي أنا اليوم حاسب الدولة السورية على أنها تعيش في وضع طبيعي وترتكب ما يمكن أن تتهم به في حالي اسمها فلاني أو فلان أو أين كان بدي شوف هذا كل واحد شو ظروفه شو ليش هذا الموقف اتخذ منه لأنه في حالات اعتقال صارت وتبين بعدين أنه هود الناس كانوا عم بنفذوا مشاريع بالداخل أنا بهمني الحفاظ على سوريا لو سألتك أنه الذهاب إلى سوريا بهيك ضرف أنه الناس تأخذ دائما على كل شخص بروح على سوريا بيكونون عم ينتقد وعندك فكر ناقد للسياسة اللبنانية وللأمن اللبناني وللنظام اللبناني وعندك فكر ناقد للسياسة السورية أنه لما تروح على سوريا بهيك موضوع ما بتسألهم أنه هذا لا يسيء إلى سورة اليوم سوريا التي تريد أن تتغير أنا أولا من الناس اللي يرفضوا أي تدخل سوري في الشأن الداخل اللبناني خصوصا على المستوى الأمني والعسكري وسوريا خرجت من هذا الموضوع بالنسبة كبيرة من لبنان على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والسياسي يحق لسوريا في لبنان ويحق لبنان في سوريا كما يحق لأي دولة في العالم لأنه نحن مثلا ببلد هون في تدخلات من كل الدنيا ليش أنا بدي أمنع السوري فسوريا إلى حلفاء بلبنان من على المستوى الشخصيات أو على مستوى القوى السياسية أنا اليوم رايح بس روح بروح عن قناعة هذه القناعة قائمة على أن سوريا لديها دور قومي وستراتيجي يجب الحفاظ عليه الشق الداخلي في السياسة السورية بالمبدأ أنا لا أسمح لنفسي أن أتدخل فيها بشكل مباشر إنما إذا عندي ملاحظة عندي شيء عندي كذا بقولوا بالمكان اللي لازم أقولوا فيه بس أنا ما بسمح لنفسي أن يتدخل مثل ما أنا كمان ما بسمح لهم أن يتدخلوا بشق السياسة الداخلي في بعض يقول أن في فرارات كانت تصفز الكيادة السورية تحديدا رئيس دكتور بشار الأسد ليس على علم بها ومن ضمن قرارات بتوقيف ناشرطين بتوقيف أهلميين بمنع محطات أهلمية حليفة أن يكون إلى مكتب وعندنا أمثل عديدة مؤخرا لما بكون فيه أداء موسيقى اليوم فيه قضية حساسة اليوم أنا ما فيه إيجي ساوي يعني وصلت الأمور ببعض المحطات مثلا تقول الجيش السوري أو الجيش النظامي والجيش الحر أنا كمان أنا ما بيقبلة شو بد يبال смотреть سوري مكتب الميادين عملوا الميادين بد게 تسأليه للميادين بد게 تسأليه للميادين هذا الموضوع ما بالضرورة نجي نحمل سوريا لديها موقع استراتيجي وقومي مهم يجب الحفاظ عليه الشق الداخلي فيما يعني الوضع السوري على السوريين معالجته لا أنا مثلا من بداية الأزمة لحد اليوم مطلعت على الإعلام السوري ولا بطلع على الإعلام السوري لأنه هذا شأن يخص السوريين أن يعبروا عن أنفسهم إذا أنا مؤيد لسوريا هيا أنا قاعد هون عم بحكي حكيت على الجزيرة وحكيت على البيسي وحكيت على العربية وحكيت على السيان يا أنه ما بطلع على المنبر السوري ما بطلع إيه خلي السوريين هنا يعالجوا أمرهم بالداخل يحكوا عن حالهم بالداخل أنا عندي الشق مثل موضوع حزب الله تماما إذا أنا مع حزب الله بشق الاستراتيجي بحافظ على هذه العلاقة وعلى هذه الرؤية يقول لي أن تؤدوا بالداخل للحزب الله لأنه حالة لبنانية بشق السوري على السوريين أن يعالجوا أنفسهم أنا ما بدي أعالج أضاعهم الاتفاق الإيراني الأمريكي يتم لا يتم يتأجل في عدم توقيف المفاوضات لذلك حتى لو لم يتم إنجاز كامل في التاريخ المحدد لن تتوقف الاتصالات بين الطرفين لحاجة الطرفين إلى شكل ما من هذا الاتفاق. نحن حيث يصير في تسوية معينة. نعم نحكي عن بوادة الإيجابية ولا بتعتبر أنه لبنان ليس على خارطة اليوم المحادثات الأمريكية الإيرانية؟ نحن نقوله على رصيف الانتظار نحن نبحث عن رصيف بهذا الموضوع ما عادين عم حسن ما سمحت السيد وقت اللي حكى هديك المرة بعشورة. أنه ما تنطره أنه ما تنطره وأنه يعني ما حدا ينطر شي بره تعقوا أحكوا معي عمليا معنا الكلام ومرشحنا العماد مشالعون تنعو فيه حتى نمشي بالموضوع وعم بأكد على هذا الموضوع كل يوم حزب الله. فلذلك أنا برأي ليش عم ننتظر خلان نشوف كيف أنا نعمل إذا قدرين نعمل تسوية عم بقول سمحت السيد عند القرار فيما يعني الحالة التي هو يمثلها ومرشح هذه الحالة ومد يده إلى ذي المستقبل كفريق آخر أنا بأعتقد ما رح يصير فيه حزب الله مهتم وراغب جدا في موضوع الحوار وأنا قبل ما يصير هذا الحكي وقبل ما يصير كلام سمعت السيد أنه أنا أجزم أن الحزب الله أو جزمت أن الحزب الله سيكون إيجابيا في التعاطي مع هذا الموضوع في مشكلة بتيار المستقبل بكل صراحة وعلى الهواء اسمه الرئيس فؤاد السنيورة الذي يحمل أحقاداً وضغائاً ضد المقاومة وضد حزب الله لا أعتقد أن هذا الرئيس سيسهل الأمر باتجاه أن يكون هناك حوار آمل آمل أن يعيد النظار وأن يعيد قراءة موقفه حتى يصير هذا الحوار لأنه في مصلحة وطنية وفي مصلحة إسلامية لازم يصير هذا الحوار نحن نصل لنهاية لقائنا المدير العام السابق لوزارة العالم محمد عباد أهلا وسهلا فيك شكراً لحضورك مرحب بك في سوديوهات الجديد مشاهدينا شكراً لحسن المتابعة غداً حلقة جديدة من برنامج حدث فكونوا على الموعد مرحب بك في سوديوهات الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر